اعطيكم العافية كيف حالكم اشتقتلكم كتير اول اليوم رح ناخد الهمزة رح ناخد الهمزة الهمزة لها برضو اربع اخوان ا عليها فتحة و عليها ضمة ا عليها كسرة والهمزة على السطر مرة تاني ا ا ا و ا وهمزة على السطر هلا بناخد كلمات بنشوف كيف نحط الهمزة في الكلمات يلا مين يعطيني كلمة بتبدأ بالف بهمزة عليها حركة ا ك لت ا ك لت ار نب ا ببداية الكلمة فتحناها همزة مقطع قصير ا ار نب اسماء اسماء فتحنا ال ا اسماء طبعا ال ا خطفة المتحرك اسماء احمد احمد ال ا اجت في بداية الكلمة و عليها فتحة اقبل اقبل يلا نعيدهم اكلت ارنب اسماء احمد اقبل هلا بناخد كلمات تبدأ بحرف ال ا ا عليها ضمة تبدأ في حرف الهمزة عليها ضمة و مقطع قصير رح نلفظها ا ا يلا اعطوني كلمات ا او سامة او سامة اسرة اسرة او ميمت او ميمت مرة تانية اسامة اسرة او ميمت شوف كي بلشت بالأو عليها ضمة بدنا نفرق باللفظ بين الأو عليها فتحة أو أو عليها ضمة نيجي للكسرة الكسرة إي إي يلا أعطوني كلمات إيمان إكرام إي إكرام إيناس إيناس إيمان إكرام الكسرة إيمان إكرام إيناس يلا فكروني الكلمات الثانية هل بناخد الهمزة اللي بتيجي على السطر زي إيش ماء سماء سناء هناء طبعا ليش إحنا هكينا إذا بتتذكر أنه الهمزة بتيجي على السطر لأنه ما قبلها كثلكم سر الهمزة اللي بتيجي على السطر جاءت على السطر لأنه ما قبلها حرف مد إيجت على السطر لأنه قبلها ممدود ماء سماء سناء هناء مرة ثانية أنواع الهمزة أ أو إي همزة على السطر أكلت أسامة إيمان ماء أرنب أسرة إكرام سماء أسماء أميمة إناس هناء إناس